السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم السبت 25 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر استقر في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 12 واربعين دقيقة بعد منتصف ليل يوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة طبعا القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة ابتنفى على البدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 واربع عشر دقيقة ظهر اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر بما إنه موجود في برج الثور معناة اليوم إحنا أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا نادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وألا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع بالمنزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموعة شوي صعبة من الزوايا أول زاوية وهي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون هذه الزاوية اليوم رح تبدأ تأثيراتها اللي هي 25-11 ومستمرة تأثيراتها ليوم 1-12 طبعا ذروة هذه الزاوية يوم 27-11 في تمام ساعة 21-27 دقيقة بعد الظهر بتكون لدينا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم ممكن ينتج عن ذلك سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل بتجعلنا نرتكب أخطاء في أحكامنا وبرضو لا تحاولوا أن تراجع وضعيتك في هاي الفترة أو تحاول تتعدل من أمورك لأنه ما رح تتوصل لشيء دوليا بالدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار في دولة ما أغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي ممكن يتم فضح بعض الحقائق والتلاعبات خصوصا في قطاع الصيد البحري أو المجالات الفنية أو الإعلامية أو يعني وممكن تشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية أو اللي بتتعلق بالسوائل أو النفط أو نزاعات بين بعض الطواف المذهبية والفرق الدينية عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 9.42 دقيقة صباحا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية أيضا زاوية بطيئة وخطيرة أيضا زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين زحل هاي الزاوية طبعا بدأت تأثيراتها يوم ثمنتاش احداش ومستمرة ليوم اثنين اثناش اليوم ذروتها الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة بعد العصر تزداد العصبية علينا بأننا نتمالك عصابنا ضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لامتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير ابتدفعنا للإفراط اللي ممكن يسبب لنا حوادث أو عمليات جراحية بيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا كما أنه بعرضنا لهجومات من بعض القصوم بتكون فتاكة بتتزايد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي ممكن أنها تخلف مشاكل عديدة في دولة ما طبعا دولة ما ما رح أحدد الدولة ولكن هاي تأثيرات الزاوية برضو بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والأمور اللي إلها علاقة بالبورصة تراجع المنتوج الفلاحي استخراج المعادن احتمال وقوع حوادث أو إضرابات أو مقاطعات مع الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمناجم أو المحاجر أو المعامل وهذا شيء ممكن يعرق للإنتاج كما أنه بيزيد من نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرضوا المواطنون للقمع والتعسف في هاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين أو المتعصبين وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لا إجراء العمليات الجراحية لأنه لسه القمر ما وصل لمراحل الاكتمال القصوى إلا أنه الأعضاء هاي اللي ذكرناها ما بيجوز عمليات جراحية كبرى لا إلها ولكن عمليات صغرى أو مراجعة طبيب فحصات إجراء علاجات ما في أي مشاكل واللي بيقدر لا عمليات خطيرة مثلا قابل للتأجيل بيقدر يأجلها عن الأيام هاي يأجلها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أيضا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الثور زي ما حكينا خلو المسار رح يكون الساعة تسعة وواحد وخمسين دقيقة من مساء يوم الأحد ورح يستمر إلى ما بعد منتصف الليل لغاية الساعة واربعين دقيقة بعد منتصف ليل يوم الأثنين لا يستقر القمر بعديها في الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 12 يوم في تمام الساعة 12 وستة وثلاثين دقيقة ظهرا بصير 13 يوم نسبة الإضاءة سبعة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم اثنين وعشرين اتناش منتحس الآن بنسبة خمس وعشرين في المية في ساعات الصباح منتحسة بنسبة خمسين في المية القمر في الثور حتى يوم سبعة وعشرين اتناش سعيد الآن بنسبة سبعين في المية في ساعات الصباح سعيد بنسبة ستين في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة خمسة عش في المية عطارد في القوس حتى يوم واحد اتناش سعيد بنسبة عشرة في المية الزهرة في الميزان حتى يوم أربعة اتناش سعيد بنسبة خمسة عش في المية المريخ في القوس حتى يوم أربعة واحد منتحس الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجح حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% ورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم بطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا مهنيا عاطفيا وما تضيع الفرص وظف طاقتك بشكل جيد ركز ضع حد للتساؤلات والالتباسات وحاول انك تناقش بوضوح الاجواء المالية جيدة ولكن بدك تراقب مصريفك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ثقتكم بانفسكم كبير اليوم وبيعمكم النشاط بإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي الحدود قوية والنتائج حاسمة وما بيستطيع اي شخص اليوم منافستكم حاول انك تطوي صفحة من الماضي ترتفع المعنويات مجددا وبتكون فترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوض عالية وتعتبر من افضل ايام الشهر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وانجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون اهمال صحتكم السبب ان القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بيسود الهدوء والملل وبتراوح اعمالكم مكانها وبتخيب امالك لسبب او لاخر اهمش انك لا توقع على عقد لا تحسم امر لانها فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم حاول انك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد اليوم ويدعمك بشكل جيد ويكون لصالحك اهمش انك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر وبتفرح بانتصار مهني او اجتماعي برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم وبرضو هاي الفترة فيها نوع من انواع الضغوط على عدة اصعدة ممكن تكون الاجواء متوترة شوي ممكن يعني تكون في مواجهة او ارتباط مهم بيسبب لك نوع من انواع التوتر فعشان هيك بدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد اليوم او اتصال خارجي او من اشخاص خارج البلاد وبتنجحوا بالسفر او الاتصالات برضو تزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم باحباكم تطمئن خواطركم وبرضو ممكن ترغب بخوط تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف او ثقافة جديدة او مجال جديد ويعتبر هذا اليوم من اجمل ايام الشهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي الى صلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد لا تغامر بموقعك وحاذر من النزاعات والتذمر والتمرد وحاول انك تقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم وحافظوا على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم بتكون الضغوط كثيرة حاذر من تأزيم اي خلافات وحاول ان يكون كلامك واضح تفادي لأي سوء تفاهم عشان تبعد عن المشاكل برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل الا انه فيه عندكو قدرة على انجاز حصة الاسد من التزاماتكم اليوم نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة اليوم رح يكون عندك كثير من الاتصالات والمسؤوليات العائلية والمهنية نظم وقتك وما تتأخر ممكن تتم اليوم بانشغالات مالية او تساؤلات حول قدرتك على انجاز بعض الامور اهم اشي اهم اشي انك ما تشكك بنفسك او ما تشك بنفسك انشغالات صحية ايضا لبعض موليد برج القوس برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني اهمش انه ما تبالغوا في تجربة حظكم المالي انتوا على موعد مع مصالحة او لقاء ودي اتجنبوا الانتقادات واسعوا لتلطيف الاجواء ابتستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاولوا اتمام العقود والسفقات التجارية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو بامكانكم تعزيز الروابط العائلية خصص فترة من وقتك الاهتمام بمتطلبات العائلة خلال هذا اليوم الجو ضاغط فيه نوع من انواع المسؤوليات الكبيرة ممكن تكون على موعد او فيه ارتباط او فيه شغلة ملتزم فيها حاول تركز فيها بشكل جيد وتستغلها ولكن برضو في بعض المصاريف المنزلية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتتمتعوا بقدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف اهمش انك ما تسكت اسمع صوتك روج بجادارة بدعوك لتنظيم جدول اعمالك تفاديل الاهمال والتقصير بعضكم ما رح يهتم يا بسيارات يا بإلكترونيات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان تبعونا اشتركوا في القناة